السلام عليكم غزالاتي كديرين لبس عليكم باخير اليوم ان شاء الله جيت لكم واحد الوصفة اللي خاطيرة في تطويل شعر انا بجربها مرارا وتكرارا وصفة اللي زوينا بزاف غدي تجربوها غدي تبقوا دائما تدروها كتعطي نتيجة من الشهر الاول باش نكونوا واضحين ماشي من الاستعمال الاول من الشهر الاول هاد الوصفة كتدار اسبوعيا مرة في الاسبوع اللي زوينا بزاف وخاطيرة بزاف من الشهر الاول غدي بيلكم الفرق ديال الطول في شعر ديالكم وغدي نبدو على بركتي الله في المكونات اللي عندي فيهم ربعات المعالق ديال الزيت زيتون او الزيت البلدية ربعات المعالق الكبار غدي نضيف ليهم بيضة بلدية من الحجم الكبير تقدروا تديروا جوج بيضاتي لكان شعركم طويل جوج بيضات صغار وعندي جوج المعالق ديال زيك الكوكو او لا زيت جوز الهند هاد الوصفة كيف قلت لكم كتدار اسبوعيا كتدار مرة في الاسبوع كتعطينا نتيجة ديال تطويل ديالها او لا تطويل الشعر ديالنا كتعطيه لنا في الشهر الاول كيبدي يبالينا الفرق كتعطينا واحد الملمس زوين في الشعر ديالنا كتغديه معاركم معارفين فيها البيض البيض اللي بروتين فيها الزيت البلدية فيها زيت الكوك وصفة كاملة متكاملة زوينة بزاف قد نندمجه او لا نخلطه هاد المكونات بوحد البنسو طريقة دياله غد نديرو هاد الخاليط غد نديرو باول حاجه غير في الغاسين يعني في الجدور ديال الشعر غد نديرو نفرقه بحالة غد نصبغه في شعرنا خاسنا دارور نديرو ما بين شوي و شوي راكم فهمتوني كيفيش لكيكونوا البنات كيسبغوا شعرهم بزاف را مفهموني كيفيش من بعد إلا شاطت لنا شي حاجه غد نديروه طبعا حل شعرنا كامل إلا شاطت لنا شي حاجه عاد غد نمسحوها في البوينت ما راكم عارفين انتوما الزغبة كتمص ديال بحال واحد البونجة كتمص الزيوت غد المهم عدنا هو اللغاسين باش يتغدى ولا تغدى الجدر ديال الزغبة وعندنا الغارة الثاني في البوينت باش ما يبقوش مشحلفين ويبقو فيهم يبقو ليبوينت بزاف كين الزغبة اللي كتكون مخرجة ججريوس او لا ثلاثة او لا كتكون مقطعة المهم هاد الاستعمال او لهاد الماسك يتدار على شعر المدة ديالساعة كيتلوه بالبابي سلوفه ومن بعد كان غسلوه عادي وغادي تشوفوا الناتجه من بعد شهر وارضوا عليه في التعليق السلام عليكم